لو حابة تغيري الاطباق الميلامين بتاعك من الشكل كده لكده وبدون اي دعك ولا اي مجهود نهائي تابع معي وهقولك تعمل ايه? السلام عليكم ازايكم يا امراض يا رب تكونوا بخير النهاردة هقول لكم تجربتي في تنظيف الحاجات الميلامين الحاجات البلاستيكات ازايز حتى المية السكينة السكينة برضو بين السلاح والايد بتاعتها كده بيقى فيه منطقة صعب ان احنا ننظفها الكبة الشفشاة بتاع الخلاط الحاجات دي بتلاقي اماكن كده صعب ان انت تنظفيها فهقولكو على طريقة هتنظفوا الحاجة وتبقى جميلة جدا بيها من غير اي دعك نهائي نهائي مش هتدعكيها خالص والحاجة هتبقى جميلة جدا طريقة مرضية جدا لك اي حاجة بلاستيك وتحطي فيها ميانة جدا الطبق دهوة كبير بس مش واضح وتجيب اي صابون سايل عندك في رئة او حاجة تحطي شوية اي كمية مش فرقة اهم حاجة عندك في الموضوع ده كله الكلوريكس الكلوريكس اللي هو المبايد مش بتاع الالوين تحطي برضو شوية على حسب الكمية اللي انت حطوها مش حاجة معينة انا هنا اعتبر كمان حطا كتير لان الطبق ده دي ما قلتلكه كبير هو مش واضح في التصوير بس واي حاجة عندك بقى البلاستيكات اللي عندك الملامين اه صواني الملامين برضو اوقات بيقى في ظهرها كده حيثت بيتبقى صعب ان هي تنضب الكبه الشفشق بتاع الخلاط يعني شفشق الخلاط ده بالزيت والكبه هتدعولي علي يا جماعة حطوا بس الحاجة حوالي ساعة او اتنين بالكتير انت حتى هتشوفيها في قلب الطبق هتلاقي خلاص يعني شكلها بدأ يتحسن خالص هتطلعيها يدوبك بقى عايزة تدعكيها بس كده اي كلام وخلاص وتشطفيها عايزة تشطفيها بس بس تشطفي كتير طبعا عشان الكلور يطلع منها وخلاص الحاجة هتعجبك جدا ومن غير اي مجهود يعني ممكن ما زعكيش نهائي خالص والحاجة تبقى حلوة جدا بس كده امرات انا كده خلصت من غير ولا دعك ولا مجهود ولا اي حاجة هو بس بشطفه بمية كتير من مكان الكلور وخلاص على كده يتمنى اكون افتك وان شاء الله شوفكم في بديهات تانية كتير